دعوة الكتاج والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا ايضا من السنن المهيورة وشيء بشيء يذكر من السنن المهيورة ايضا ان جل المصلين ان لم نقل كل المصلين لا يشاركون الامام في قوله سمع الله لمن حمله وانما يكتكون بقولهم ربنا ولك الحم هذه اضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر اخر اعني هناك انتقال من الركوء الى القيام وهنا وردن وهو سمع الله لمن حمده متى يقول سواء امام الان او المنفرد متى يقول سمع الله لمن حمده او للرفاء فان نمثل ان ها يلاك سمع الله لمن حمده متى يقول ربنا ولك الحمد وهو قائد ربنا ولك الحمد ماذا يفعل المقتدون اليوم بالامام الامام يقول سمع الله لمن حمده هم يقولون ربنا ولك الحمد فاولا ضيع السنة ان يقولوا مع الامام سمع الله لمن حمده كما يقولوا مع الامام الله اكبر ثم وضعوا السنة الاخرى في غير مكانها واضحة هذه ايضا هذه ذكرى وذكرى سنفع الموني اشتركوا في القناة